في صحراء نيو ميكسيكو يعيش توم وعائلته في ما يسمى بإيرثشيب وهو منزل يضم كل التجهيزات الحديثة من دون أن يكون متصراً بأي شبكة للمياه أو الكهرباء في الإجمال كلفنا منزلنا 200 ألف دولار أي أقل من ألف دولار للمتر المربع الواحد وهو سعر جيد منازل رخصة الثمن ولكنها أيضاً صديقة بالكامل للبيئة فالشمس توفر الكهرباء ويتم جمع مياه الأمطار من على السطح يمكننا جمع بضعة ألف لترات من الماء خلال عاصفة سيف رعدية كبيرة مياه ثمينة يتم استخدامها أربع مرات بفضل النباتات بعد الاستحمام وهو أول استخدام تخترق المياه النباتات وهو الاستخدام الثاني ثم تذهب إلى المرحاض للاستخدام الثالث في الوقت الراهن ومعد ذلك يخرج الماء خارج المنزل لاستخدامها الأخير ولكن خصوصية هذه المنازل تكمن في المواد المستخدمة النفايات الموجودة محلياً للحد من بصمة الكربون قناني زجاجية عشلات مستخدمة وشتى أنواع العلب هنا لا شيء يرمى بل يعاد استخدام كل شيء هذا الحاجز مصنوع من علب البيرة المعاد تدويرها تم جمع معظم هذه العلب في الجوار بعدما رماها الناس في سلة المهملات هذا وتحترم الستمائة إيرثشيب التي بنيت في كل أنحاء العالم المعايير المعمارية نفسها في الجانب الشمالي تدفن المنازل في الأرض للحفاظ على الحرارة وفي الجانب الجنوبي تملك نوافذ ضخمة تسمح بمرور أشعة الشمس في فصل الشتاء تدخل أشعة الشمس المنازل من الواجهة الجنوبية من خلال النوافذ تسخن الكتلة الحرارية بفض العجلات المعاد تدويرها المتراصة بالأرض على موقع البناء هذا يمكن ليروري الاعتماد على عشرة متدربين من الأجهد المدية من بينهم جريغوري المهندس الفرنسي البالغ 32 سنة هدفه استيراد هذه الخبرة إلى فرنسا بناء بيتي بنفسي وسمح للآخرين بمعرفة كيفية صنع هذا النوع من المنازل لأنفسهم والمشاركة في تطوير القرى البيئية على أساس منازل مستقلة مع القدرة على الاكتفاء الذاتي والبناء بارخص تكلفة ممكنة يمكن تطوير منازل الطاقة الشمسية السلبية هذه بسهولة في المناطق المعزولة عدة إرثشيب إنسانية ظهرت في إفريقيا وورشات البناء جارية في صحراء ملاوي